موسيقى واصل آلاف المحتجين في التظاهر للأسبوع الثاني عشر على التوالي في كل من قيساريا والقدس ومفترقات البلاد احتجاجا على الفساد السلطوي وللمطالبة باستقالة نتنياه من منصبه بسبب ملفات الفساد التي تلاحقه هذا وتجمهر الآلاف في ساحة بلفور أمام مقر رئيس الوزراء في القدس وانضم إليهم عدد كبير من المستقلين ورجال الأعمال بالإضافة إلى أصحاب القاعات للاحتجاج والتعبير عن رفضهم للإغلاق الشامل الذي يدر باقتصادهم وقد يدفع إلى انهيار أعمالهم ترجمة نانسي قنقر